صباح الفل وصباح العرفان بالجميل اللي سر من أسرار النجاح لسه مكملين حلقتنا ووصلنا للفقرة اللي فيه ناس كتير بتستناها وهي الفقرة الفنية اللي دايماً بيكون فيها فنانين أو مواهب بيديماً بيبقوا فاكرين عرفان بالجميل لناس كتير وقفت معاهم في مشوارهم تعالوا ندخل في الموضوع على طول ونقول إن احنا كان معانا اتنين دلوقتي بنتفرج على أعمالهم الفنية واحد منهم كاتب واحد منهم ممثل فتعالوا نرحب الأول بالممثل الجميل ممثل المسرح والفيديو عمار ياسر صباح الفل يا عمار صباح الفل عليكم أهلاً بالسلام مشاهدين كلهم هنمثل النهاردة صح؟ إن شاء الله بيس محب أول ناس اللي بتمثل على هوا إن شاء الله بيس تمام جداً معانا كمان واحد من الناس برضو اللي حضرت كتير حاجات للكواليس اللي هيكلمنا عنها النهاردة وهي رواية خادم إبليس المؤلف الكاتب والروائي محمود رحيم صباح الفل يا محمود صباح الفل عليك يا بيل منور الدنيا ربنا يخليك ضمور مش عايزين نرقب الناس النهاردة على الصبح سيحنا نتكلم آف في حاجة لي علاقة بالرعب بس ما تلاقوش الحلقة أو الفقرة مش للكبار فقط ما تلاقوش خالص طيب نبدأ كده مع محمود ولا مع عمار يعني اللي رايح خلاص تعالوا نبدأ مع عمار إحنا بندردش مع بعض ثلاثة صحاب عمار قل لي الأول أنت واحد من الناس اللي بتمثل مسرح وفيديو كلمني كده أولا أنت شخص متدين عمار يا جماعة واحد من الناس اللي ما شاء الله بيصلي الفرد بفرده يعني لو بيعمل بروفا لو بيصور حاجة كمام عليهش العصر كمام عليهش المغرب كذا فطبعا إحنا عارفين أو بنسمع أنه فيه ناس في الوسط الناس بيتبقى شايفينهم دايما بطريقة معينة فأقول لي كده بوقف الأسرة كان إيه من دخول الوسط الفني وإنت كمان بتمثل مسرح وفيديو وعايز تعمل سينما قريب وفي نفس الوقت أنت بقى عندك أي حاجات كده محزيل بمناسبة التدين ولا إيه أبصى أولا أنا مقتنع بمقولة سمع ده زمان أنه هو الدين لا يمنع الحياة بالعكس هو الدين الحياة فبالتالي فيه ناس بقى هي اللي شلت الدين على الحياة فبالتالي فيه أكثر تشدد يعني فبالتالي أنا الفن هو جزء من الدين والحياة لأنه من سمات ربنا سبحانه وتعالى هو البديع فهو من صفاته الفن والإبداع وإحنا واخدين صفات إلهية كده حتى لو صغير وبنمتع الناس بيوم بالفن وموقف الأسرة بقى لا الموقف الأسرة طبعا في البداية هم أكيد أي أسرة أحسن حاجة عندهم الدراسة والأولويات الدراسة والحياة عموما طبعا كانوا بيكلموني كده في الأول بس لما لقوا عند الموهبة الحمد لله وكانوا بيشوفوني لا كانوا بيشجعوني وعلى طول مسنديني والدتي يعني على طول هي اللي بتقول لي رأيها قبل ما نزل أي حاجة يعني هي تشجعني على طول ممتاز حاجة حلوة جدا أنه أقرب ناس لينا يبقوا بيدعمونا في أي مجال إحنا بنحبه لأن في الأول وفي الآخر أنت بتعيش حياتك مش حياة غيرك طيب تعال بقى الروح لمحمود محمود قل لي الأول أنت بتسعى من إمتى علشان توصل للخطوة دي أن النهاردة يبقى عندك رواية موجودة في السوق إن شاء الله بعد كده تتحول لحاجات تانية قل لي بتسعى من إمتى وحسس بإيه بقى بعد ما الخطوة دي تنفذي يعني والله بلال هو أنا يعني كسعي سعي أنا بقى لي خمس سنين جميل لكن الموضوع بدأ معي من إمتى بدأ معي من قبل خمس سنين طبعا بس يعني سعيد جدا وفرحون مش يعني خط خطوة في تحقيق حلمي طبعا إن أنا بعد خمس سنين كفاح ومعاناة ومحاولات إن أنا يبقى معي الرواية بتاعتي جدا ما سيجب إيدي ونزلت في دار نشري والحمد لله يعني لقد استحسن الناس كتير من الجمهور حلو قوي طب قول لي برضو يا محمود ليه اخترت بالتحديد تكتف في مجال الرعب علشان موضوع ولا عشان إنت بتحب بالموضوع لا هو أنا عشان بحب الموضوع الرعب ده جدا من كتير قوي يعني من وانا صغير كنت دايما مهتم إن أجيب صرخة الرعب مهتم إن أتفرج على فيلم رعب حتى ميولي دايما لما أخش مثلا في فيلم أو ألا حاجة بأمركز جدا رقم واحد عندي بأتفرج يعني أشوف فيلم رعب اللي أنا أتفرج عليه يعني ده مش موجود بأخش بأشوف أكشن بقى الكلام ده كله طيب بمناسبة الرعب وإحنا اللي أردى معنا ممثل وكاتب الرجل ده بيكتب رعب وإن شاء الله الرواية بتاعته هتعجبك جدا بإذن الله لما تطلعوا عليها وتقروها خصوصا إن أنا فعلا حضرت كوالسها أثناء تحضيرها فمش بقول كلام بس إعلام لا هي فعلا رواية تستحق القرية بمناسبة الرعب رجع بقى العمار عمار إنت دايما مركز في أدوارك ويمكن إحنا ممكن نشوف ده في الفيديو إحنا بنتكلم دلوقتي مركز في أدوارك إن أنت دايما مهتم بالحاجات برضو اللي ليه علاقة بالرعب بالسايكو بالحالات النفسية ليه؟ والله النفسية أولا بشكل عام أو سلاح زوح الدين إما أن تدمر نفسك واللي حواليك يا إما ترشدك للصح فبالتالي هي النفسية هي قنبلة موقوطة بالنسبة لي فبالتالي لازم نحل المشاكل بتاعت النفسية عشان نعرف نحل المجتمع فأنا مش ماسك في السايكو عشان ده جزء من نفسي أنا ماسك في السايكو لا واللعب على العقل نفسه لإصلاحه يعني لو في أي شائبة يعني نحاول نشلها بالفن يعني نعالجها بي حلو جد حلو جد طيب نرجع لمحمود بمناسبة برضو موضوع الرعب والسايكو والحاجات دي هو بيعمل عمال من دي كتير أنت بقى فكرت أن أنت تتحول إن شاء الله لعمل بتاعك لعمل فني سواء إذاعة مسرح فيديو سينما أي أن كانت يعني أنا بتمنى فعلا أن الرواية تبقى عمل فني لأن أنا كنت بقى سعب علي خمس سنين أن أنا الرواية دي قبل ما تبقى رواية أن أنا يعني أتواصل مع مخرجين ومع الناس اللي أعلى قبل مجال الفني وكده بس يعني الدنيا برضو الموضوع مش سهل على الإطلاق فبدأت أخذها خطوة خطوة كده فقررت أن أنا أبعدها لضناش بس بس أنا بأتمنى إن شاء الله أن الرواية إن شاء الله تبقى فيلم أو عمل فني عمتا سواء فيلم أو مسلسل وإن شاء الله هيجب الناس يعني هيبقى اختلاف الرعب في مصر هيبقى مختلف تماما إن شاء الله تبقى خطوة مهمة تحصل بإذن الله طيب بمناسبة تحويل لعمل فني مين كده بتفكر فيه أي كاتب كده بيكتب حاجة بيفكر بيبقى يا لو فلان الفلان يعمل دور البطل بتاع روايتي أو أشخاص معينين كده مين بتفكر فيه بصراحة هو أنا يعني من عشاء الفنان الرائع يوسف الشريف وأنا بكتب الرواية أنا بكتبها وأنا شايف يوسف الشريف هو اللي بمثلها قدام عناية كل الأحداث وكل مواجف أنا رابطها على شخصية الفنان يوسف الشريف فأتمنى من ربنا إن يوم الرواية بتاعت يعني تتعامل عمل فني أتمنى من ربنا إن يوسف الشريف هو اللي عمله بصراحة طبعا تحياتنا للممثل المحترم الرائع فعلا يوسف الشريف إن أكتر الناس اللي عملت علامات فارقة في تاريخ دراما الرعب نحي بالتحديد طيب عمار بتطور بقى موهبتك إزاي خصوصا إنك بتمثل مسرح وفيديو المسرح صعب والفيديو كمان صعب إن أنت تطور فقدام كاميرا ده مش بالسهل بتطور موهبتك إزاي علشان تطلع من خطوة واحد لاثنين لتلاتة والله أولا هو توفي من عند ربنا ثانيا الواحد حتى في بيته وحتى قبل ما ينام حتى في أي وقت يعني بيحاول يكتهد بيحاول يطور من نفسه بيعمل تمارين حتى في البيت تمارين ريأكشنز تمارين أي حاجة معلها علاقة بالتمثيل فهو الواحد لو كرس نفسه الحاجة هو بيتطور فيها مع الوقت فهو بس هي حتة الوقت بس ويلاقي نفسه وحاجة كويسة يعني الموضوع مش موهبة بس الموضوع مش موهبة لازم التمرين ولازم التعليم بيطقل الموهبة جدا يعطيها ثقل يعني طيب محمود نرجع للرواية تاني لو قايزت تقول لي كده الرواية بتاعتك من غير ما نحرقها في كلمتين صغيرين تقول إيه للمشاهد لو قايزت يعني نكمل حوارنا زي ما احنا كده بندردش وتكلمني كيانك بتكلم المشاهد أو تبصي للكاميرا وتقول للمشاهد إيه في كلمتين صغيرين عن الرواية بتاعتك علشان إن شاء الله يطلع عليها ويقدر يراها تمام هو أنا الرواية بتاعتي يعني أهم هدف أنا كنت عايزة وصله للناس من خلالها إن دواء تحذير للناس يعني فيه ناس كده فضولها بيقودها إن هي تتواصل مع العالم دو بأي طريقة ما بالضبط مع علم الجن والأشباح والكلام ده كله فهو طبعا بيبقى فيه كتب طبعا بيجيبها بيحاول إن هو يحضر حاجة زي دي أو يتواصل معاهم فاكل موضوع سهل وبسيط لو الموضوع مسهل وبسيط على الإطلاق هو الموضوع حيبقى يعني يعني هو كارثة عليك ومش عليك أنت لوحدك عليك أنت وكل حواليك لأن الموضوع فرقة من السهل فالرواية بتاعتي أنا كنت بحذر بها الناس اللي حتقراها هيعيشوا مكان البطل يشوفوا أحداث الرواية مشت إزاي ويشوفوا هما فعلا هيستحملوا حاجة زي دي ولا لأ لأن اللي بيحصل ساعتا يعني حاجة عقلك مش هتخيلها ومش هتوقعها يعني كمان الموضوع يا جماعة مش مجرد أنا كاتب عندي موهبة لأ هي مهم جدا ويمكن إحنا دايما بالنادب ده بالنادب ده إنه مهم يبقى فيه رسالة وحاجة عايز توصلها من الموهبة بتاعتك مش بس إن الموضوع يبقى مجرد تفريغ طاقة هو وقت فراغه فقط طيب تعالي بقى نرجع لعمار تاني أتمنى بالمناسبة قبل ما نروح لعمار أتمنى فعلا من الحاجات اللي أنا بشوفها له ومن الكتابات اللي أنا بقى رهالك أتمنى أنتوا تعملوا حاجة سوا يعني تشرف لي يا الله وأتمنى فعلا أن نعمل فيديو حتى لو بسيط كده إن شاء الله مع عمار وإن شاء الله يطلع كويس جدا إن شاء الله إن شاء الله جزيز من ذلك يبقى حاجة جميلة ونعرضها برضو إن شاء الله ببرنامج عمار أقول لي بقى أنت ماشاء الله بتعمل المصرح وبتعمل فيديو ومش عارف بتعمل حاجات تانية ولا لا وزاقت كمان يا جماعنا عايزة أقول أن عمار بالمناسبة حاجة كده على الهامش عمار هو اللي بيصور تقاريرنا الخارجية بس يجي بالنسبة له حاجة كده على جنبي إنما هو في الأساس ممثل شاطر جدا أقول لي بقى الحاجات الكتير اللي بتعملها دي خصوصا في مجال التمثيل بصراحة ليه عائد مدي؟ أنا ما بفكرش في العائد المدي دلوقتي أنا أهم حاجة عندي هو إن أنا أعمل فن صح وأطور أنا من نفسي على أساس لما أوصل للإحتراف أكون مستعدل ده مش أدور على الفلوس لأن اللي بيدور على الفلوس ما بيعرفش أقدم فن صح وبياخد فترة قصيرة جدا جدا وبيتنسي فللأسف أنا مش عايز أكون ده فعايز أقدم حاجة كويسة حتى لو مش أخد عليا فلوسي يعني أنا من بدايات دخولي في التمثيل أنا قلت أنا عايز بس أوصل للناس ومش عايز فلوس ومش عايز مديات أنا بس عايز أوصل في كريتي مش أكتر في التمثيل طيب تقول إيه بقى تقول إيه رسالة كده لكل شخص بيستسهل الموضوع بسرعة ويبقى شايف أنه أنا همثل طبعا تديني كم هو لسه ما تعلمش لسه ما عندوش الخبرة الكافية لسه سينه صغير تقول رسالة إيه للشباب اللي زيت والله هو باختصار فيه مسأل بسيط كده بيقول اللي بييجي سهل بيروح سهل فبالتالي أنت طريقك لو صعب في البداية وأنت استصعبت على نفسك وعملت أكتر من اللي مطلوب منك فأنت ربنا هيدي لك على قد تعبك وأكتر كمان لكن أن أنت تستسهل أو تدخل المجال بأي شكل كان غير شرعي مثلا أو أي حاجة فبالتالي ده غلط جدا وزي ما قلت ده ممكن يتنسي مع الوقت فبالتالي الفنين هو مخلط كده لازم يكون أعماله مخلطة إن شاء الله محمود أقول لي بقى خطواتك اللي جاية سريعا كده علشان قبل ما نفتب حلقاتك يعني إن شاء الله أنا بسعى للفضل داد إن أنا تواصل مع الناس في المجال الفني عشان أقدم لهم رواية بتاعتي وبسعى جدا أن أنا إن شاء الله روايتي يعني تدعم العمل الفني من النهاردة بنتكلم عن العرفان بالجميل وتقول لي مين شكرا لكل حد وقف معاك أو لحد وقف معاك أولا أولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على التوفيق لحد الآن وواصق في الفترة اللي جاية تاني حد بصراحة العزة على قلبي جدا هي والدتي دايما بتشجعني يعني حتى الحاجة اللي أنا مش واصق فيها لأنه ممكن ما تعجبش الناس اللي هي دايما بتشجعني وتقول لي دا كويس دا مش كويس فالحقيقة هي دايما مسنداني بعض ربنا ثم بقى أهلي وصحابي الحقيقة مش هجعني دايما أي حاجة تنزل يعني محمود تقول لي مين شكرا يعني أنا بشكر ربنا يعني الفضل لي طبعا في اللي أنا وصلت له أنه هو يعني أحقق لي جزء من حلمي في التوقيت دوت لأن أنا فعلا كنت محداك دوت بشكر طبعا أهلي أنهم سندوني جدا الحمد لله كده بس فيه مخرج أنا عايز أشكره جدا 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 هو دوت بسعيد نباله خمس سنين وصد مصافة دهشان يعني بشكره جدا لأنه نصحني نصيحة لولا النصيحة دي أنا ما كنتش إدارة أكمل وعافر لأن النصيحة دي أنه ما فيش حد بيوصل حاجة بالسهل محدش بينجح حاجة بسهولة تمام أنا كنت سعيد جدا بوجودكم النهاردة سعيد بوجودك يا عمار وإن شاء الله خطوات جميلة جدا للفترة اللي جاية وفي نفس الوقت المحمود رحيم إن شاء الله رواية خادم إبليس تستشفوها إن شاء الله في الفترة اللي جاية وعايزين تتابعوهم تابعوهم من خلال برنامجنا وصفحة برنامجنا استراحة على الفيسبوك الرواية دي بالمناسبة ديها ليه صح؟ تسلم لي يا رب تسلم لي ربنا خليك زي ما بنختم كل مرة من دلوقتي للحلقة اللي جاية هناخد بريك ونفصل شوية اشتركوا في القناة